تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وبشكل متكرر تعاطفا أكبر تجاه الإسرائيليين من الفلسطينيين آخر استطلاع لمؤسسة غالب يظهر أن 59% من الأمريكيين يتعاطفون مع الإسرائيليين مقابل 21% مع الفلسطينيين ورغم أن هذه النساف تراوحت بشكل طفيف على مدى العقود بناء على المستجدات السياسية والأمنية إلا أن التوجه العام ثابت لكن هناك تغيرات جذرية بدأت تظهر في تأييد إسرائيل على المستوى الحزبي التغير الأساسي هو أننا ومنذ عام 2009 نلاحظ تباينا في وجهة نظر الأمريكيين حسب انتمائهم السياسي تجاه الصراع فالديمقراطيون يؤيدون دولة فلسطينية مستقلة أما الجمهوريون فيعبرون عن تعاطفهم مع الإسرائيليين استطلاع لمعهد بيو يظهر أن 60% من الجمهوريين لديهم نظرة إيجابية تجاه الحكومة الإسرائيلية وأن 26% فقط من الديمقراطيين لديهم أيضا نظرة إيجابية تجاه الحكومة الإسرائيلية هل أصبحت القضية الفلسطينية الإسرائيلية محزبة بسبب تغييرات سياسية في الشرق الأوسط؟ أم في الولايات المتحدة؟ هو مزيج من الاثنين على الأغلب المراقبون يشيرون إلى تطورات سياسية تفسر التحزب الجديد مثل مخطبة نتنياهو الكونغرس رغم رفض إدارة أوباما لحد المشرعين على التصويت ضد الاتفاق النووي مع إيران كذلك التحيز الشديد من قبل ترامب لصالح نتنياهو الاستطلاعات تثر أيضا تطورا آخرا وهو زيادة في دعم صغار السن الأمريكيين من الحزبين لتطلعات الفلسطينيين من الشقاقية العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر